والحقيقة أن فيه أكتر من وجهة نظر في الموضوع ده يمكن أكترها أو أكثرها عدولاً ورجوحاً من وجهة نظر القائلين فيه رأي بيقول فيها إيه لما جوزك يتجوز سلفتك الراجل أساساً بيعمل هدف إنساني نبيل وبيحافظ على أولاد أخوه من الانهيار والضياع والتشرد أو إنهم يتربوا من غير أب أو يربيهم واحد تاني غريب عن العيلة ما يعرفوش ما يضمنوش بعدين المثل بيقولك إيه اللي تعرفو أحسن من اللي ما تعرفوش يعني ضرتك لما تكون سلفتك ووحدة مع شريها وحافظها وعجنها وخبزها أكيد أحسن بكتير من لما تكون ضرتك ووحدة ما تعرفوش عنها حاجة تكرم وبعدين ما فيش واحدة ضمنة إن جوزها ما يتجوزش عليها لأي سبب كان إنت ضمنة أنا ما ضمن لكيش حدش ضمن الله أعلم إحنا عايشين يا جماعة كده على على الله على الله يبقاهو على أقل سلفتك لما تبقى ضرتك هتعمل حساب للعش والملح اللي بينكم ومش هتلاقيها بتسخن جوزك عليكي ولا تاخد الأيام بتاعتك ولا هتكراه في أولادك ولا أي حاجة من الحاجات اللي بنسمعها بين الضرائر وبعد حتى زمان أهلنا كانوا بيقولوا إيه قلتلكم المثل ده قبل كده هنا مركب الضرائر صارت صارت ومركب الثلايف غارت أو احتارت حساب فيه ناس تقول كده وناس تقول كده تشوفي اللي طلع المثل ده مش هباءا كده ده كان قاعد بقى وسط اتنين ضرائر والبيت التاني كان فيه اتنين سلايف وشاف هنا وشاف هنا قالك لا هنا الضرائر ممكن يمشوا حلهم السلايف عاملين حلقة كاملة عن السلايف يعني علاقتك بضرتك أحسن مئة مرة من علاقتك بسلفتك تخيلي بقى ضرتك لبقى سلفتك وبعدين اوعي أو اوعي تستهونوا بالناس بتوع زمان دول مش بيقولوا الكلام زي ما قلت اعتباطا أو هباءا كده وخلاص بس لا ده مش منفراغ ده بيكون نتيجة مواقف تراكم خبرات تجارب في بيت عيلة حياتية كتيرة موجودة كان سهل جدا يقولوا ايه خلي بالك ما كان سهل يعكسها يقولك مركب السلايف صارت والضرائر احتارت أو غارت ما قلش ليه ما قلش سألتي نفسك ليه ما قلش لانه ما حصلش هيقول حاجة ما حصلتش هو شاف السلايف مع بعض ما مش عايزين يمشوا مش ماشيين الدنيا بس الضرائر عدوها لارضاء الرجل أو الزوج أو ايا كان نخلي بالك ممكن يقول الاتنين برضو على نفس الوزن والقافية نفس المثل ما كانش فيه مشكلة ما كانش يحصل قزمة لو كانوا قالوا كده بس هو ما قالش ما قالوش ما قالوش ليه بقى عشان هم ناس صدقين بتوع زمان مع نفسهم ويقولوا الحق لو على رقابتهم وعارفين ان العلاقة بين الضرائر اسهل كتير من العلاقة بين السلايف هم اللي قالوا انها مليش دعوه عشان كده بقول لأي وحدة الظرفة اكبرها انها تقع في موقف زي ده الحلقة دي ليكي وجربي مش هتخسري حاجة شوفي شوفي يمكن الجوازة دي تضرابي عصفورين بحجر واحد العصفور الاول انك تكون يعارفة مين الست اللي هيتجوزها جوزك ودرسها نقاط ضعفها ونقاط قوتها كويس جدا العصفور التاني هو ان علاقتك بسلفتك اكيد هتتحسن لما تبقوا ضرائر ومسؤولين عن رجل واحد هتنشغلوا بقى من مواضيع السلايف وبيت العيلة لموضوع ان انتو اتنين ضرائر الموضوع هيختلف طيب انا الرأي دا اللي بقوله ليه برضو ليه بقول في حالة كنت بتتفرجي علي وانت في هذا الموقف فانا بهون وخفف عليك انا لا ادعوكي ولا اشجع انا مليش دعوة انا بعرض ده رأي ودي وجهة نظر لها كل احترام وتقدير اللي انا قلته ده كله دي وجهة نظر فيه ناس بتقول كده فيه وجهة نظر تانية برضو لها كل الاحترام والتقدير بتقول ايه ازاي واحدة عاشت حياتها كلها بتتعامل مع اخه جوزها على انه اخوها وفجأة في يوم وليلة تلاقي نفسها امراته موضوع صعب وتقبل الفكرة بحد ذاتها تجيب صداع وللامانة فعلا القصة مش سهلة بس اه يعني بتحصل مش سهلة على الرجل ومش سهلة على الست لانه اوقات كتير كل ما يشوفها او او يكون معاها لا اراديا هيفتكر اخوه الله يرحمه زي المسلسل كده اللي شفتوه بالزبط ويحس الموضوع غريب رغم ان هما بيكونوا متجوزين على سنة الله ورسوله والشرع والدين مش بيمنع خالص نهاردة نسأل طبعا اهل الدين واهل التخصص جواز الاخ من ارمالة اخو بعد فواته وشوفنا في المسلسل الحياة والصراب خلي بالك في الحياة والصراب فاكرين فيه فيه عبدو اما كانت حامة مفترية جوزت سوميل خشاب لمين؟ كانت طلاب بنت رمزية جلبية جوزتها لاخو اخو ابنها لما مات لما طارق لوت فيه مات فاكرة لما طارق لوت فيه مات اكيد انت فاكرة المسلسل احنا حفظينه اعادت الجوز بس ايه لما اتجوزت احمد زهر عاشه في البيت اخوات ليه؟ عشان احمد زهر كان بيحب واحدة بنت برر يام عبدالغفور واتجوزها وعاشه في بلاد برر بس حصلت شوفي بجيبلك برضو حاجات من الدراما عشان كده مش اي حد يقدر ياخد قرار زي ده والموضوع محتاج راجل شجاع جدا انه راجل بقى يعرف يادل راجل بقى مستعد يضحي بنفسه بساعدته وراحته في سبيل انه يحافظ على اولاد اخوه ويضمن انهم يتربوا قدام عينه تحت جناحه ومرات الام الحمى بتجبره على ده زي ما قلت في الاول في بعض العائلات فيها قانون ساري في العائلة مرات الاخ ما تطلعش بره عشان العيال وعشان اسمه ميروحش بره والحواديد ده في رأيه ثالث يقولك ايه بقى الجواز ده اسمه منصيب زي القدر كده والمكتوب على الجبين لازم تشوفه العين فما حدش يعرف ايه اللي هيحصله بكرة فلو الظروف دفعت جوزك يسدت الكل انه يتجوز سلفتك عليك فلازم ترضي بالمكتوب وتقبلي الامر الواقع خصوصا لو انتي عارفة ومدركة ان جوزك بيحبك وان القدر هو اللي دفعه يعمل كده وانه لو لا الظروف كان مستحيل يتجوزها او يحبها او يفكر فيها او انه هو يتجوزها عليك فما تبقيش انتي والزمن عليه بل بالعكس ادعمي وقفي في ظهره واتمنيله الخير وادعيله ان ربنا يجعل جوازته من سلفتك في ميزان حسناتو لما يربي عيالها والعيال كولوميو في بيت واحد لانه في النهاية لما جوزك يكون سعيد ده هينعكس عليك يا مدام وعلى بيتك وعلى ولادك موسيقى